وزارتان لحرب الفضاء عالم في خطر الرئيس ترامب قال اول ما وصل للسلطة انه هيأسس فرع جديد داخل القوات المسلحة الامريكية الفرع ده او السلاح الجديد المستقل داخل الجيش الامريكي هيبقى سلاح الفضاء او القوات الفضائية الجيش الامريكي خمس فروع القوات البرية القوات البحرية القوات الجوية زي اي بلد في العالم يضاف الى ذلك مشات البحرية اللي هما المارينز ويضاف الى ذلك ايضا السلاح الخامس خفر السواحل اللي هو حرس الحدود يبقى قوات برية جوية بحرية مارينز خفر سواحل اضاف الرئيس ترامب اليهم لاول مرة في تاريخ الجيش الامريكي القوات الفضائية البعض كان تأديره زي وزير الدفاع ماتيس ان القوات الجوية تبقى قوات جوية وفضائية لان تأسيس فرع مستقل للقوات الفضائية قد يضعف القوات الجوية الا ان الاتجاه انتهى على تأسيس القوات الفضائية الامريكية كفرع مستقل داخل القوات المسلحة الامريكية وزير الدفاع ماتيس تكلم في البنتاجون قال ده يوم تاريخي بنعلن فيه تأسيس القوات الفضائية الامريكية وانه بتكلم مع نائب الرئيس مايك بينس اللي قال انه بناء على امر الرئيس احنا بنؤسس القوات الفضائية الامريكية طبعا ده شيء مبهر جدا جدا انما هذا الابهار سرعان ما ردت عليه روسيا السفارة الروسية في واشنطن جات عاملة تغريد على تويتر نزلت صورة وشعار القوات الفضائية الروسية وقالوا جملة واحدة القوات الفضائية الروسية صباح الخير هم عايزين يقولوا للامريكان احنا سبقنكم بالقوات الفضائية الروسية منذ سنوات واذا دلوقتي بتشكلوا قوات فضائية علشان عسكرة الفضاء احنا اصلا موجودين في الفضاء وعندنا سلاح مستقل هو القوات الفضائية الروسية ما دلالت هذا القرار للرئيس ترامب ان فيه فرع سادس في القوات المسلحة الامريكية نمر واحد الهيمنة الرئيس ترامب بيقول احنا موجودين في الفضاء لكن وجودنا في الفضاء ملوش معنى كبير ما لم نهيمن على الفضاء السيادة لنا القوة لنا الهيمنة لنا مش بس الوجود في الفضاء ده كان زمان دلوقتي السيطرة والهيمنة على الفضاء فالقوات الفضائية الامريكية السلاح الجديد ده هيؤدي الى الهيمنة الامريكية على الفضاء نمر اتنين ميدان قتال جديد دايما كلنا عارفين كل الحروب السابقة والحالية هي حروب اما على الارض واما في الماء او تحت الماء يعني على سطح الماء او تحت الماء سفن او غواصات يعني حرب بحرية او حرب برية او حرب جوية انما الجديد انه حرب فضائية انه هتبقى الاسلحة خارج نطاق القوات الجوية وخارج حدود القوات الجوية ده ميدان جديد للقتال وزير الدفاع ماتيس قال انه ده ميدان جديد للقتال عشان كده عملنا قيادة قتالية جديدة لهذه الساحة الجديدة للمعارك العسكرية القادمة نمر ثلاثة ده جزء من سباق الفضاء سلما وايضا من الناحية العسكرية يعني السباق السلمي والسباق العسكري لانه حتى السباق السلمي الامريكان بقى لهم عقود طويلة ما رجعوش الامر مرة تانية هم اول ناس نزلوا على الامر الروس بيشككوا انما ده الرواية الرسمية في العالم كله ان الامريكان كانوا على القمر منذ عقود لكنهم لم يعودوا الرئيس ترامب بيقول نرجع الامر تاني وده دولة تبقى فيه رحلة مأهولة يعني فيها بشر فيها رواد فضاء هيروحوا الامر في نسبة الروس بيقولوا انها هنعمل قاعدة على القمر وكمان قاعدة قرب القمر ومنها نطلع المريخ فدخلنا دلوقتي في سباق رهيب جدا سواء مدني في العلم والتكنولوجيا او عسكري في الصواريخ بعيدة المدى واحتمالات نصوب حرب جزء منها سيكون عند الغلاف الجوي والنقطة الاخيرة الاديولوجيا اللي بيعتنقها الرئيس ترامب في هذا الصدد او العقيدة العسكرية للرئيس ترامب انه في جزئين اساسيين في اي حرب قادمة اي حرب قادمة فيها حرب الكترونية دي اللي هتحسم وحرب فضائية دي اللي هتحسم انه بقى المعارك الاخرى مش حاسمة انما لا يحسن مع الروس او الصينيين او مع اي خصم في المستقبل من يملك الحرب الفضائية من يملك الحرب الالكترونية من يقدر يشتغل على اسلحة الليزر من يخش على اسلحة التوجيه ويعمل فيه عطب من يوقف الملاحة الدولية من يسقط اكمار صناعية من يقطع الانترنت عن العالم من يقدر يشوش على كل الاهداف الذي سينتصر في الحرب الالكترونية الذي سينتصر في الحرب الفضائية هو من ينتصر في الحرب العالمية القادمة اذا تقدر الرئيس ترامب وكذلك الرئيس بوتين وكذلك اخرين كتير من المثقفين والمحللين ان الحرب القادمة فيها شقين اساسيين مش ممكن تنجح الا بامتياز في مادتين دول الحرب الالكترونية والحرب الفضائية وقد بدأت امريكا سلاحا مستقلا للحرب الفضائية وسبقتها روسيا وبين الاثنتين حرب الالكترونية يتابعها العالم عن كثب منذ قليل او كثير العالم كله في قلق والعالم كله ممكن نجد نفسه مدفوع الى حرب كبرى قد تستخدم فيها الحرب الفضائية او الحرب الالكترونية وقد يكون ذلك تمهيدا لحرب عالمية او في قلب الحرب العالمية الثالثة لا قدر الله في توضيح ما ذهبنا اليه من تحليل هنشوف مقطعين فيديو لولادي للجيش الامريكي والتاني للجيش الروسي المقطع اول الجيش الامريكي بيختبر قدرة ترسانة نووية فيها صاروخ عابر للقارات قادر على دخول حرب فضائية ده كان مقطع من امريكا المقطع التالي من روسيا من كابين الطيار مشهد تدريبات على حرب فضائية اشتركوا في القناة